السلام عليكم السلام عليكم كذلك انتقل نقاش وحديث السيد رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك لمناقشة الأحداث التي نشهدها البلاد بصورة عامة وبالتحديد الأحداث المؤسفة التي حدثت قبل يومين في ساحة الطيران في بغداد أكد السيد رئيس الوزراء التزام الشخصي والأخلاقي بحماية المتظاهرين السلميين هذا الحق الدستوري نضيف الالتزام أخلاقي من سيد رئيس الوزراء والحكومة بصورة عامة والأجهزة الأمنية لحماية هذا الحق الدستوري بالتعبير السلمي للمواطنين عن مطالبهم في بغداد وبقية المحافظات أحداث مؤسفة حدثت قبل يومين فقدنا بها شهيدين أكد السيد رئيس الوزراء على التقرير أو تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق أن يكون أمام غدا على اعتبار أنه مهلة 32 ساعة تنتهي ولا أستطيع البوح بما وصلت إليه التحقيقات لكن أريد هنا تكذيب معلومة شاعة من بعض وسائل الإعلام أن الشهيدين تعرضا إلى إطلاق قنابل دخانية أو سبب وفاتهم هو إطلاق قنابل دخانية أم في نفسيا قاطع عن هذا الموضوع الشهيدين تعرضوا لإطلاق نار المفارقة أن أحد الشهيدين رحمه الله تعرض إلى إطلاق نار من مسافة مترين علما أن التحقيق يشير إلى أن أقرب نقطة أقرب مسافة أصبحت بين المحتجين والقوات الأمنية هي 45 متر لذلك ممكن هذا يخلق انطباع لا أريد التحدث الآن قبل نهاية التحقيق يخلق انطباع وبصورة قاطعة أن القوات الأمنية كانت ملتزمة بتعليمات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الدخيرة الحية ومثل ما أكد بخطابة يوم أمس ليس للقوات الأمنية الإذن باستخدام السلاح أو الذخيرة الحية وأكد على كل القوى الأمنية الماسكة بحماية هذه المتظاهرين وأكد على التعاون الموجود من المتظاهرين الحقيقيين السلمين أصحاب المطالب الحقة التعاون الكبير والتنسيق مع القوات الأمنية وقيادة تحديدا قيادة عمليات بغداد لحماية ساحات الاعتصام وخيم الاعتصام التي في بغداد وبقية المحافظات مثل ما أكد رئيس الوزراء يوم أمس بخطابة أن هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم هذه الحكومة ملتزمة أخلاقياً أن هذا البحر من الدم لن تزيده قطرة لن تزيده قطرة التزام وبأوامر صارمة وبالإمكان الربط بعد اكتمال التحقيقات حول المسافة التي استجد بأحد المتظاهرين ونوعية بعد الاطلاع بالدقة على تقدير الطب العدلي نوعية السلاح الذي قتله فيه مجلس الوزراء أيضاً كالعادة باعتبار أن البلد مر بهذه الجائحة جائحة كورونا كالعادة استمع إلى تقرير مفصل من السيد وزير الصحة حول آخر المستجدات في مجال مكافحة هذا الوباء في مجال تقليل عدد الإصابات زيادة عدد الفحوصات اليومية زيادة عدد حالات الشفاء واتخذ بعض الخطوات التي ممكن تساعد على كل ما قلت الآن هي زيادة عدد الفحوصات والتقليل من عدد الوفيات قدر الإمكان وزيادة حالات الشفاء وزير العملة الشؤون الاجتماعية واستكمالاً لنهج الحكومة الإصلاحي وتحدثنا في مؤتمرات سابقة عن لجان التقاطع الوظيفي الخاص باكتشاف مزدوجي أو متعددي الرواتب قدم أرقام حقيقة مهمة هناك 6.814 متقاعد أو موظف يتقاضى راتب رعاية اجتماعية 6.814 متقاعد يعني يأخذ راتب تقاعد أو موظف يأخذ راتب موظف لكنه بنفس الوقت يتقاضى راتب رعاية اجتماعية هناك أيضاً في وزارة العمل 978 يتقاضوا الراتب رعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم بنفس الوقت يأخذوا الراتب تقاضوا الراتب وتقاعد أو موظف الإصلاح من جنبين الحكومة اليوم تستطيع إصلاح هذا الخلل في هذه الجزئية التي هي ازدواج الرواتب تتوفر لها سيولة مادية هذه سيولة تروح تروح في أبوابها المستحقة لذلك قرر مجلس الوزراء اليوم الموافق على صرف عيدية مقدارها 75 ألف دينار لشريحة الفقراء المنضوين تحت مظلة الرعاية الاجتماعية يمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وهذا بحسب ما جاء بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كذلك قرر في نفس السياق مجلس الوزراء إسقاط الديون أو إطفاء الديون المترتبة بذمة المستفيدين من يعانات الحماية الاجتماعية وعددهم لولا اللي راح تسقط عنهم الديون 17 ألف وخمسمية واثنين وخمسين أسرة بمعظمها بغالبها هي أسر لأرامل تقودها نساء ترتبت بذمتهم ديون مجلس الوزراء قرر أطفاء هذه الديون قرار مهم آخر اتخذ مجلس الوزراء اليوم وهو تعيين خريجي كليات الطبية على أن تقوم وزارة الصح بالتنسيق مع وزارة المالية تنفيذ هذا القرار وتشكل لجنة برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية السادة وزيري المالية والصحة لغرض وضع الآليات لتوفير التخصصات تعرفون أكو بحدود 2000 طبيب منذ مدة يطالبون باستحقاقهم بالتعيين تم اتخاذ هذا القرار اليوم بتعيين الأطباء أو خريجي كلية الطب الكهرباء ومأساة الكهرباء والإرث الكبير اللي ورثتها هذه الحكومة بخصوص الكهرباء أيضا هناك قرارات تخص ملف الكهرباء وهو إقرار الأول هو إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة الأقصى لتجهيز الطاقة المنتجة بقدرة 200 مقاوات وعلى الخط 132 كيفي إلى محافظة نينوى ولمدة ثلاثة شهور بدءا من تاريخ اصدار هذا القرار ومن تخصيصات وزارة النفط ثانيا وفيما يخص الكهرباء أيضا قرر نجلس الوزراء إحالة مشروع محطة الخيرات البخارية إلى ائتلاف شركة هونداي لأهميته في انتاج الكهرباء وضمان تشغيل مصفة كربلاء ثالثا قيام وزارات المالية والكهرباء والنفط بتحديد آلية لتأمين نسبة 15% من قيمة العقد وعده شرطا من شروط دخول القرض حيث التنفيذ والبالغ مقدارة 225 مليون دولار قرارات أخرى مهمة وتخص شرائح مهمة تعرفون أنه منذ مدة وأبنائنا خريجينا محاضرين وغيرهم في مظاهرات يطالبون بانصافهم وتعينهم فالمجلس اليوم مجلس الوزراء أقر توصيات المجلس الوزاري للتنمية البشرية اللي تخص شريحتين اللي هي شريحة المحاضرين المجانيين وشريحة العقود والجور الأومية في الكهرباء والتوصيات هي كل آتي ممكن شوية راح أطول عليكم لكن توصيات مهمة وتخص شريحة مهمة في هذا الحار وبالشارع يطالبون بحقوقهم التوصيات اللي تخص المحاضرين المجانيين اللي توصل إليها المجلس الوزاري للتنمية وأقرها مجلس الوزراء اليوم هي أولا قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بمراجعة أسماء المحاضرين وتحديد حاجتهم الفعلية حسب الاختصاص والشاغر على وثق الضوابط المبلغ إليهم بموجب كتاب وزارة التربية المديرية العامة للتعليم العام الأهلي والأجنبي للعدد 7523 في 23 عشر 2018 وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بذلك ثانيا شمول الذين تنطبق عليهم ضوابط تعيين المحاضرين بالوظيفة ضمن درجات حركة الملاكات الحذف والاستحداث لكل مديرية عامة ستنشر لاحقا ويراعى ذلك الحاجة الفعلية والاختصاص والأسبقية ثالثا دراسة مقترح إحالة العدد المتبقي والذي لا تنطبق عليهم ضوابط إلقاء المحاضرات مع الذين يعملون بالوظائف الإدارية مجانا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة مدى إمكانية شمولهم بشبكة الرعاية الاجتماعية إلى حين توفر الظروف المناسبة لتعيينه رابعا الإعاز إلى السادة المحافظين والمديريات العامة للتربية كافة بعدم إصدار أي أوامر إدارية جديدة تخص المحاضرين للعام الدراسي الجديد ولأي سبب كان خامسا توجيه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بتقديم كشف الدقيق بالمحاضرين المجانيين لديها من أجل إعداد كشف إجمالي من قبل وزارة التربية لغرض تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء لدراسة مدى إمكانية تقديم منحة مالية إليهم مقطوعة سنويا وهذا إجراء أيضا مؤقت مساعدة لهؤلاء اللي عانوا كثيرا لحين إيجاد الفرص الحقيقية المناسبة ضمن الإصلاح المالي للحكومة من أجل تعينه هذا فيما يخص المحاضرين المجانيين أما فيما يخص الكهرباء هنا طلب السيد رئيس اللجنة من ممثل وزارة الكهرباء عرضا موجزا عن موقف المذكورين لديهم وأعدادهم والموقف المالي لهم قدم ممثل وزارة الكهرباء جداولا إحصائية بأعداد العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين موزعين على قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بيّن وجود قرار من هيئة الرأي في وزارة الكهرباء بإيقاف صرف المستحقات المالية لهم منذ شهر آذار 2020 وذلك الظروف التي يمر بها البلد في أثر جائحة كورونا وقل التوفير التخصصات المالية هذا الشرح صارت باستنتاجات وصارت باستنتاجات توصيات أولا قيام وزارة الكهرباء بتقديم كشف المبالغ المطلوبة لتزديد المستحقات المالية وبحسب الأشهر على أن تصرف من إيرادات جباية وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية ثانيا قيام وزارة الكهرباء بتقديم خطة للسيد رئيس مجلس وزراء عن كيفية الاستفادة من المتعاقدين والأجراء اليوميين سواء في جباية إجور الكهرباء أو الصيانة أو تنفيذ المشاريع وتحديد العدد المطلوب منهم لهذا الغرض موزعين حسب محل سكنهم ثالثا تقدم قائمة بالأعداد والأسماء وفقا لاستمارة مفاضلة ويعطون الأولوية في التعين أكو خبر أيضا يخص وزارة الثقافة بعض الدوائر في وزارة الثقافة متأخرة رواتبهم رواتب الموظفين الجدد المتراكمة في وزارة الثقافة المتأخرة تم صرف بعضها بعضها تم صرف وغدا ستم صرف رواتب هيئة الأثار ودار الأزياء العراقية وستوزع رواتبهم غدا إن شاء الله مجلس الوزراء أيضا دعم جهود وزارة الموارد المائية لحملتها لرفع التجاوزات على الحصص المائية وعلى المتجاوزين على ممرات الأنهر وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع أيضا قرارات أو قرار مهم من عدة فقرات اتخذ مجلس الوزراء الآن يخص مرضى السرطان حيث ناقش المجلس هذا الموضوع وقرر الآتي أولا إنشاء ردهات إضافية لمعالجة مرضى السرطان في مستشفى الأمل الوطن وأخرى في المركز الوطني للأمراض السرطانية فضلا عن التوسع في معالجة الأنواع الأخرى من الأمراض السرطانية وأمراض الغدة الدرقية اثنين إنشاء مركز للطب النووي في محافظات البصرة النجف نينوى بابل الأنبار وفقا للمخطط الذي أعد لمحافظة النجف وتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة معالجة المواد الخطرة ومديريات الطاقة الذرية بإنشاء منظومات تصريف الفضلات المشعة على وفق النموذج الذي سبق تطبيقه في مستشفى الأمل الوطني هذه تقريبا مجملة للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم وأنا مستعد لسمع أسئلتكم استضاحاتكم حولها وحول أي أمور تودون تطرحوها السلام عليكم سيد أحمد أثير عادل من قناة العراقية الإخبارية السيد أحمد في حال استكمال قانون لانتخابات من قبل مجلس النواب ما هي المدة التي تحتاجها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة السؤال الثاني هناك زيارة مرتقبة للسيد الكاظمي للمولايات المتحدة الأمريكية ما هي أهم الملفات التي سيناقشها في هذه الزيارة خلي أبدو ياك بالسؤال الثاني الملفات طبعا بحث الأمور المشتركة ذات الاعتمام المشترك موضوع استكمال الحوار الستراتيجي لدينا مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية هناك ملفات عدة ستطرح لكن استكمال الحوار الستراتيجي اللي بدأ سيكون هو المحور في هذه اللقاءات أما في سؤالك حول الانتخابات وموعد يوم أمس السيد رئيس الوزراء أوضح هذا الوضع وهو ينتظر ومجلس الوزراء ينتظر استكمال القانون وملحقاته فيما يخص الدوار الانتخابية وهذا عمل مجلس النواب ويوم أمس السيد رئيس حث مجلس النواب على إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية استكماله وإرساله إلى رئاسة الجمهورية من أجل تصديقه كي يأتي الدور بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لتحديد الموعد لكن كما أكد السيد رئيس الوزراء يوم أمس سيتم تحديد الموعد قريبا بعد التنسيق مع مفوضية الانتخابات هذا وعد بالسيد رئيس الوزراء يوم أمس وهو على هذا العهد وينتظر المجلس النواب استكمال القانون بالسرعة الممكنة الاعتبار أن المهمة الأساس لهذه الحكومة والمنهاج الحكومي أشار إلى هذه المهمة الأساس رغم الفترة الضيقة أو المدة الزمنية الضيقة لهذه الحكومة هي إجراء انتخابات حرة نزيهة مبكرة في أقرب وقت ممكن بعد استكمال كل مستلزمات هذه العملية المهمة وهذه الممارسة المهمة من أجل خلق بيئة انتخابية آمنة على مستوى الأمن وعلى مستوى القوانين وعلى مستوى تنفيذ إجراءات المفوضية وفق المعايير الدولية إذن قريبا كما أكد رئيس الوزراء سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة السلام عليكم عليكم السلام محمد جليل من قناة الجزيرة أهلا وسلم ساذ أحمد يعني في كلمة السيد الكاظمي يوم أمس أشار إلى أن هناك ربما جهات تدفع لإثارة فتنة أو إثارة إشكال بين المتظاهرين وبين الأجهزة الأمنية وبالتالي مع الحكومة وأيضا بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم أشار بوضوح إلى أن على المتظاهرين التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل ضبط أشخاص موجودين داخل التظاهرات يحاولون إثارة فتنة وقيام بعمليات اغتيال تستهدف الناشطين والمتظاهرين هذا كل جاء بالتزامن أيضا مع التصعيد في مسألة استهداف المعسكرات هناك استهداف لمعسكر التاجي وهناك استهداف لقاعدة سبايكر سبقها استهداف قيلة أنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة حصل حادث في قاعدة السقر جنوب بغداد يعني ألا ترى أن هناك خيط يربط جميع هذه الأعداد السيامة وأنها جاءت متزامنة ألا ترى أن هناك خيط يربط هذه الأحداث أو أن هناك غاية معينة يعني أنا هنا ليس للتحليل أنت كصحفي من حقك أن تربط المعلومات وتحلل أنا هنا أنا أتحدث هنا عن مواقف حكومة عراقية عن موقف السيد رئيس مجلس الوزراء والمواقف يجب أن تكون مبنية على معطيات واضحة ودقيقة موقف السيد رئيس الوزراء والحكومة داعم للمتظاهرين داعم داعم لهذا الحق الأجهزة الأمنية تتعاون مع المتظاهرين السلميين أصحاب المطالب الحق الذين أوصلوا هذه الحكومة إلى السلطة هؤلاء على تنسيق تام وتعاون تام مع الأجهزة الأمنية ولازال هذا التعاون مستمر وهناك جهات لا تريد للبلد الاستقرار وصفهم وأرسلهم رسالة بالأمس السيد رئيس الوزراء وقال لهم لا تتلاعبوه كانت رسالة واضحة هناك جهات لا تريد لهذا البلد الاستقرار ويمكن مراقبين يعني إعلاميين وأكيد شايفين الساحة التظاهرات خلال الفترة الأخيرة استطاعت بعض الجهات أن تخترق استطاعت بعض الأطراف أن تخترق لا أريد استباق التحقيق قد يكون ما حدث قبل يومين هو نتيجة لاختراق هذه التظاهرات من قبل جهات لا تريد لهذا البلد الاستقرار وأستشهد بآراء استماعت إلها من بعض الناشطين عن طريق وسائل الإعلام قالوا نحن ضد التصعيد لدينا تواصل مع القوات الأمنية هذه الجهة التي صعدت قبل يومين كانت تستعد لهذا التصعيد قبل يومين ثلاثة وأخبرنا القوات الأمنية إذن هناك تنسيق عالي بين المتظاهرين السلمين قد يعطي رسالة أن هناك جهات لا تريد للبلد الاستقرار اخترقت هذه التظاهرات وقد يكون يهم مشروعها أن تخلق بلبلة السلام عليكم أستاذ أحمد أحمد مؤيد قناة يو تي في استهداف المعسكرات يأتي بحجة تواجد قوات أجنبية داخل هذه المعسكرات الاستهداف الأخير لمعسكر التاجي الذي تشرف عليه القوات الأمنية العراقية هل هو استهداف للحكومة العراقية كيف تقرؤون هذا الاستهداف شكرا قوات التحالف الدولي هي قوات صديقة وجاءت بالطلب من الحكومة العراقية ووقفت إلى جانب الحكومة العراقية في أيام عصيبة عندما كان العراقيون جميعا يقاتلون تنظيم داعش ما تقوم به بعض الجماعات الخارجة على القانون مرفوض وهو متابع بدقة من قبل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ولن تتوان هذه الحكومة واجهزتها الأمنية بالقاء القبض على مطلقي هذه الصواريخ حماية للقوات الأمنية العراقية والقوات الصديقة الموجودة في نفس المعسكرات هذا واجب الحكومة العراقية وهي ماضية في هذا المجال مساء الخير سيد أحمد رعد المشهداني إذاعة جامعة التراث زيارة السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى قضاء الطارمية أخمد من خلالها الفتنة الطائفية التي كانت تروج لها بعض الأطراف وخصوصا استشهاد مرلوات 59 الشهيد البطل علي حميد غدان الخسرجي كانت أقامة الطارمية مجلس عزاء وحداد على روحه الطاهرة أعادت الثقة بين المواطن والقوات الأمنية هناك وعد من الحكومة العراقية بتشكيل فوج من أهالي الطارمية لحمايتهم من الغربة والدفول وخلق فتن جديدة متى سوف تكمل الحكومة تشكيل هذا الفوج الذي يوافق عليه مبدئيا السيد رئيس الوجراء وبعض الأجهزة الأمنية على ذلك تسألك صحفي لو لأن أنت ابن الطارمية ابن الطارمية ولن وأسأل سؤالي صحفي متى يعني تباشر دور العشار في هذه المناطق وخلق من أبنائها لحمايتهم لأن الطارمية عصب اليوم مهم اقتصاديا السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء أول رئيس مجلس الوزراء يزور الطارمية بعد 2003 وزارها في وقت حرج وزارها بعد ساعات من اغتيال الشهيد على الوزراء هذا مجرد هذه الزيارة تعكس اهتمام بالغ من السيد رئيس مجلس الوزراء ليس فقط بالطارمية بكل مناطق البلد حرصة على أن يعمل الأمن في كل هذه المناطق وتعرفون أنه سبق هذه الزيارة كانت عمليات وسبق عملية اغتيال كانت عمليات موجودة كان الاختيال ردت فعل ومحاولة لخلق فتنة بين تنظيمات الإرهابية وأهالي المنطقة وزار السيد رئيس وعد المنطقة بتوفير حماية أمنية من قبل القطعات الأمنية المتعاونة أصلا مع أهالي الطارمية الطارمية وبقية مناطق العراق مسؤولية حفظ الأمن فيها هي مسؤولية الحكومة العراقية وقواتها الأمنية ويمكن إيجاد العديد من الآليات لترسيخ الأمن في الطارمية وبقية المناطق التي قد تشهد بعض الخروقات هنا وهناك السلام عليكم منتظر السعيد قناة الأيام أستاذ أحمد أكثر من مكان خارج أسوار المنطقة الخضراء يشهد وقفات احتجاجية للخريجين من كليات وأقسام مختلفة هذه الاحتجاجات تحول البعض منها إلى احتصامات مفتوحة من المؤسف نلاحظ هناك احتداء عليهم يتم بين الفترة والأخرى وحتى هذه اللحظة لم تبين أو لم تبين مواقف الحكومة من ذلك فهل سيكون لهذه الشريحة المهمة نصيب في حكومة السيد الكاظمي من خلال توفير فرص عمل لديهم باستثناء ما ذكرتموه من محاضرين وأيضا خريجي كلية الطب خليني أكد على المبدأ الأساس لهذه الحكومة المبدأ الأساس لهذه الحكومة التي تصير عليه هو الالتزام الأخلاقي والمسؤولية في حماية هذا الحق هذا الحق التزام جوهري للحكومة أن تلتزم بحماية هذا الحق والتعبير عن المطالب والتعليمات حازمة وصارمة وواضحة لكل القوى الأمنية بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين الذين يلتزمون بأسلوب التظاهر الحضاري وأعيد وأكرر ما ذكره السيد رئيس مجلس وزراء يوم أمس غير مأذون للقوات الأمنية بالتعامل بإطلاق النار واستخدام السلاح والتعامل بعنف مع كل المتظاهرين هذه الشرائح لا تخرج إلى الشارع في هذه درجات الحرارة لولا أنها تعيش وضعا وترى أن المسؤولية هذه الحكومة أن تلبي مطالبها وما قرارات اليوم التي اتخذها مجلس وزراء إلا بداية الطريق نحو تلبية مطالب غالبية المتظاهرين المطالب الحق للمتظاهرين رغم هذه الظروف التي تمر بهذه الحكومة التي لن تتعكز على هذه الظروف لأن المسؤولية عندما قبلت المسؤولية تعلم بهذه الظروف رغم هذه الظروف التي تمر بها وشهدنا اليوم وستمعتم إلى مجموعة القرار عندما تجد الحكومة فرصة لتنفيذ مطالب ومطالب حقها لن تتوانع وعيد وكرر هذا التزام من الحكومة بحماية حق التظاهر التزام أخلاقي قبل أن يكون التزام دستوري على اعتبار أن وصول هذه الحكومة إلى السلطة جاء بفضل تضحيات كبيرة بحر من الدم وصلت به هذه الحكومة من أجل أن توصل البلاد إلى بر الأمان وهو الانتخابات المبكرة التي سيعلن عن تاريخها قريبا أنا أشكركم وشكر جزيلا على حضوركم وأكرر أسف تأخري لحضور المؤتمر الصحفي شكرا جزيلا